موسيقى موسيقى ليس هو هاهنا لأنه قام هذه كانت رسالة الملاك أن المسيح حي أهلا أحبائنا ومشاهدين في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع حقا قام الموضوع بيتعلق بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات خليني في المقدمة أقول أنه قيامة المسيح تعتبر أهم حدث في تاريخ البشرية ولد المسيح بمعجزة الميلاد العذراوي وقام أيضا قام من الأموات بمعجزة خارقة القيامة تجعل المسيحية متفردة متميزة عن سائر الأديان لأن المسيحية وحدها تنادي أن مؤسسها حي قام من الأموات ومازلنا نسمع صدى صوت الملائكة ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال هلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه فطبعا القبر كان فارغ من الجسد القيامة هي معجزة المعجزات بل هي تاج معجزات يسوع المسيح القيامة هي حجر الزاوية للإنجيل وهي أساس إيماننا المسيحي وهي القلعة الحصينة التي لا تخترق لرسالتنا وإرساليتنا إرسالية التلاميذ طبعا بل تؤكد أيضا على الصدق ودعوة ومصداقية المسيح كذلك تؤكد على الصدق ودعوة ومصداقية التلاميذ أيضا كل إنسان خلق من التراب وإلى التراب يعود أما المسيح كلمة الله جاء من السماء وارتفع أيضا بعد القيامة إلى المجد بعد ما أكمل طبعا رسالته فالمسيح هو الحق ليقضي على كل باطل وانتصر الحق من خلال القيامة المسيح هو النور الحقيقي وانتصر النور على كل ظلام فالقيامة هي الحجة على صدق نبوة يسوع المسيح القيامة هي البرهان على أن ذبيحة المسيح قد قبلت بالكامل حقا قام أحباء المشاهدين ابقوا معي حتى أستكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر حقا قام أهلا أحباء المشاهدين مرة تانية في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع المسيح وبهذه المناسبة أريد أن أحيي جميع طبعا الذين يشاهدوننا أريد أن أقول المسيح حيي المسيح قام حقا قام ولأحبائنا حسب التقويم الشرقي الأرتودوكسي كل عام وأنتم بألف خير أحبائي المسيح قام ولكن قبل أن أتحدث عن قيامة يسوع المسيح المسيح حقيقة مات حقيقة مات وابتدأت أحبائي من يوم الخميس عندما جاءوا إلى بستان جتسيماني وهناك خان يهود الإسخريوتي وباع سيده يسوع المسيح وطبعا قادوا يسوع المسيح مرورا في وادي قدرون صعودا إلى جبل صهيون في مكان يدعى بيت قيافة واليوم الكنيسة تسمى كنيسة صياح الديق وين بطرس أنكر سيده يسوع المسيح هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية كانت أمام حنان وقيافة وكانت أيضا أمام مجمع السنهادرين وهذه المحاكمة كانت مهزلة المحاكم لأنه وجهوا تهم باطلة ضد الرب يسوع وأقاموا شهود زور وأخيرا طبعا سألوا يسوع هل أنت ابن الله وأقر المسيح أنه ابن الله وخلال المحاكمة أحباء وخلال مسيرته كانوا بيلطموا وبيلكموا وبيضربوا على وجهه وبيضربوا كان في القصبة وغير الجلد وبعد هذه المحاكمة وضع المسيح في الجب الأسفل حتى صباح يوم الجمعة باكرا أخذوا إلى قيافة للمحكمة المدنية وفي هذه المحكمة حاول بيلطوس عدة مرات أن ينقذ المسيح ولكن كل محاولاته باءت في الفشل وأخيرا غسل يديه وقال بريء من دم هذا الصديق أو هذا البار وقالوا اليهود دمه علينا وعلى أولادنا وبيلطوس جلد المسيح الجلد الروماني خطير جدا وكثير من الذين يجلدون يموتون تحت هذا الجلد فالصوت الروماني عبارة عن قطع من العظم الحاد أو قطع حديدية حادة وكانوا بيربطوا الجسد يعني بيكون عمود علو متر أو متر وعشرة سنطي والجسد بيكون معرّة والضرب بيكون مبرّح بلا عدد فكل ضرب كان طبعا تضرب أو تغرز في الجلد فكانت تتفجر الشرايين والأوعية الدموية لدرجة أن الجسد تشوه وبعد الجلد وضع إكليل الشوك على رأس يسوع ثم صار المسيح في طريق الآلام في أورشليم وفي طريق الألام يسمى فيا ديلاروسا طريق الصلب موجود حتى يومنا هذا وفي هذا الأسبوع بيحتفلوا بيسموها درب الصليب 14 مرحلة 9 خارج كنيسة القيامة وآخر 5 حدثت في كنيسة القيامة وبرضو هذا طبعا السير وهو حامل صليب ثقيل جدا وزنوا حوالي 30 كيلو جرام على الجسد المشوه والمجرح فتخيل كم من الآلام المبرحة اللي عانى منها يسوع المسيح ثم أخذوه خارج أصوار أورشليم عند موقع يسمى جلجلة أو جمجمة أو جلجثة وهذا الموقع كان معروف للناس في تلك الأيام تلة صغيرة توقع أو تقع على مفترق طرق على قارعة الطريق لأن كل من يمر يرى طبعا حالة الصلب ولكي يشوه من صورة يسوع صلبوه مع مجرمين وكان الصلب مؤلم جدا إذ سمروا يدي ورجلي يسوع المسيح ووضعوه على الصليب معلق بين السماء والأرض وهذا العذاب يعتبر من أشد العذابات في تلك الأيام وطبعا الشخص المسلوب بيكون يعني بيموت من خلال الإخطناق لأنه بحاول يستوعب كمية أكسوجين ولكن بيضطر أنه يرفع رجليه إلى فوق وهذا بيزيد من آلام في رجليه عند الصلب فبيأخذ النفس بعاود جسمه بيهبط وهكذا ولكن لأنه المسيح اتألم كثيرا ويواجه كل أنواع العذابات أخيرا أحبائي مات المسيح في الوقت المعين وحتى يتأكدوا من موت المسيح واحد من الجند الروماني طعن جنب يسوع المسيح بالحربة فخرج دم وماء وهذا علامة واضحة جدا أنه المسيح مات مش مجرد غيبوبة ولا أي مجرد يعني محاولات أخرى كما يضعي يضعي البعض فالمسيح صلب أمام مئات وألاف من الشهود وهذه الحادثة معروفة تاريخيا ومشهود لها أمام الجميع مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت إن إنكار صلب المسيح كما ينكر وجود الشمس في السماء وأنا أرثي لحال الناس التي تنكر صلب المسيح كما قلت في الحلقة الماضية إنه يسوع قال لبطرس واحد من تلاميذه أبعد عني يا شيطان أو كما قال بولوس الرسول سماهم أعداء الصليب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فإذن المسيح مات فعلا وحقيقة واحد من تلاميذ المسيح بالسر اسمه يوسف الرامي وأنا أنذهل كشخص عشت وسكنت في الأراضي المقدسة وسكنت ست سنين في القدس وانزهلت من التفاصيل الدقيقة جدا لصلب وقيامة يسوع المسيح بيتكلم عن المكان بيتكلم عن الزمان بيتكلم عن الحدث بيتكلم عن الموقع ليس فقط لتتميم النبوات ولكن فعلا حقيقة المسيح مات وإن كان البعض مازال يشك في هذا الموضوع يوسف الرامي طلب إذن من بيلاتوس حتى ينزل جسد المسيح قبل دخول السبت وعندما أقول قبل دخول السبت فالرزنامة اليهودية بتختلف عن أي رزنامة إذا قرأنا في الكتاب المقدس أو في التقاليد اليهودية أو في التلمود إذا ساعة واحدة من اليوم كانت تحسب يوما كاملا والسبت أو دخول السبت هو يبتدئ من يوم الجمعة بعد الظهر عند المغيب ألاحظ كان موت المسيح بمعاد تقدمة ذبائح أو ذبيحة الفصح فالمسيح فصحنة وفعلا حتى نتأكد من الموضوع يوسف الرامي وواحد من تلميذ المسيح كان خفية ولكن جاء علنا اسمه نيقوديموس جاء بحنوت كثيرة وكتان ليكفنوا يسوع المسيح وعندما أقول يكفنوا جسد يسوع يختلف عن طبعا التحنيط المصري اللي كانت طريقة معقدة جدا جدا من ناحية طبية حتى يومنا هذا باستخدام المصحيق وكانوا طبعا بيخرجوا كل الأمعاء الداخلية بيحطوها في أوعية خاصة ولكن هذا موضوع آخر الكفن اليهودية هو عبارة بكل بساطة عن كتان بلفوا جسد المسيح وبيضعوا الحنوط على جسد المسيح حتى تعطي الرائحة الزكية العاطرة نحن نتذكر أن مريم أخت العازر ومريم قامت بتكفين جسد المسيح قبل موت المسيح ثم جاء نيكوديموس معا كمية هائلة جدا من الحنوط على الأقل 30 كيلو وهذه الحنوط أحبائي بنزلوا الجسد وطبعا بالتأكيد قائد الروماني فحص أنه المسيح مات وعلى فكرة لألا نظن أنه إحنا أزكى من الناس كانت الشعوب القديمة المصرية أو الرومانية في غاية الزكاء والآيكيو تبعهم مرتفع جدا غير عنا في هذه الأيام عادة بيغسلوا الجسد وكل الأمر عم بتم بسرعة فائقة قبل طبعا دخول السبب وبهاي الحالة طبعا بيحطوا الكتان بيلفوا جسد يسوع المسيح ثم بيحطوا الحنوط وبيلفوا مرة تانية وهذه الحنوط بتيبس أو يعني بتكون طبقة من الكتان مع الحنوط تصبح قوية جدا وهذه طبعا كفية لأنه تقتل أي شخص إذا بعده ما زال على قيد الحياة ثم طبعا رأس يسوع المسيح كان ملفوف بالمنديل بحسب عادات اليهود ثم أحبائي بسرعة أخذوا إلى القبر قبر جديد منحوت من الصخر في بستان وضح يعني التفاصيل الدقيقة وضعوا الجسد وطبعا الرمان بناء على طلب اليهود جاءوا ووضعوا حجر ضخم جدا هذا الحجر حتى يغلقوا القبر وبعد إغلاق القبر وضع الختم الرماني والختم الرماني لا يكسر ومع الختم الرماني وضعوا حراس فالمسيح مات فعلا وفي صباح الأحد الباكر جاءت النساء حتى تكمل الواجبات وعم بيتساءلوا مين ممكن يدحرج الحجر غير عالمات أنه الرمان حطوا حرس ويختم رماني ولكن الملاك دحرج الحجر وقام المسيح من الأموات وكما كانت رسائل الملائكة في ميلاد المسيح هكذا كانت رسائل الملائكة في قيامة المسيح ليس هو هاهنا لكنه قام ابقوا معي أحبائي سأستكمل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدين مرة ثانية حقا قام يسوع قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور قيامة يسوع المسيح تعتبر من أهم الأحداث أحبائي القيامة تؤكد ثلاث حقائق مهمة جدا علينا أن ندركها أولا القيامة تؤكد وتثبت على وجود الله ثانيا القيامة تؤكد عصمة الكتاب المقدس ثالثا القيامة تبرهن بل أعلنت عن لهوت المسيح وهذه الثلاث أمور أحبائي مهمة جدا وجود الله لهوت المسيح وعصمة الكتاب المقدس وعلى هذا الأساس تبنى أو يبنى الإيمان المسيحي خليني أبتدي أولا بالنقطة الأولى القيامة تؤكد على وجود الله الحقيقي بل واحدة من أعظم الإثباتات على وجود الله وطبعا يعني في إثباتات كثيرة جدا أنا مش هتكلم عن الخمس إثباتات اللي أتكلم عنها اللهوتي العظيم توماس أكوينس اللي بتأكد وجود الله أو حقيقة وجود الله ولكن دعني أقول أحبائي القيامة واحدة من أهم الإثباتات بل أعظم الإثباتات على وجود الله الحقيقي وليس فقط وجود الله بل أنه يتفاعل مع الإنسان ويتواصل مع شعبه وأن الله مش بعيد الله قريب وأنه حي وأن الله هو الحق المطلق والمحبة الكاملة والنور الحقيقي القيامة تعتبر أحباء معجزة والمعجزة هي من كلمة إعجاز إعجاز يعني لا أحد يستطيع أن يقوم بها إلا الله وحده فالمسيح هو الذي أقام نفسه وهو يتخصص فقط في هذا الموضوع طبعا مثل ما ذكرت في الماضي في أربع معجزات خارقة تتعلق في حياة يسوع المسيح أولا تجسد الكلمة أن المسيح جاء من السماء وولد من عذراء بمعجزة الشيء الثاني القيامة من الموت وهزيمة القبر فإذن هذه معجزات تجسد الكلمة القيامة من الموت والشيء الثالث أحبائي الصعود يعني الرجوع إلى نفس المكان حيث كان يسوع الصعود إلى السماء لأنه استحال أن تمسك به أي جاذبية أو أي قوانين طبعية فهو خالق كل القوانين ثم أحباء الحدث الرابع اللي حتميا سوف يحدث عن قريب رجوع أو مجيء المسيح ثانية هذه الأربع معجزات تجسد الكلمة قيامة المسيح صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية لا يتخصص بها إلا الله وحده وهذا إن دل على الشيء بدل على وجود الله ثم الشيء الآخر في هذا الموضوع كيف للموت أن يمسك برئيس الحياة فالمسيح هو رئيس الحياة بل هو رئيس الإيمان بل هو أيضا رئيس خلاصنا إن تجسد المسيح بمعجزة حياته الأخلاقية وكماله معجزة بل شيء طبيعي على المسيح القادر على كل الشيء والعالم بكل شيء أن يقوم بما تعجز عنه الأنبياء وكل البشرية ألم يفتح المسيح عيون العمي بل خلق عينان جديدتان للمولود أعمى في يحنم تسعة أقام الموت بل خلق وأحيا جسد العازر الذي أنتن بعد أربعة أيام لقد طرد المسيح الشياطين وهذه القوة لا تستطيع أي قوة أخرى أن تضحضها إلا قوة الله وحده ثم طهر البرس عند لمس لمس البرس لم يتنجس بل طهروا بطهارة المسيح وبقوته بل شفى كل أنواع المرضى حول الماء إلى نبيذ الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة صار إليه لون وصار إليه طعم وصار إليه رائحة اتغيرت العناصر ومن يستطيع أن يغير العناصر سوى الله وحده لقد أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين ومن يستطيع أن يخلق إلا الله وحده ثم أحبائي لقد مشى المسيح على الماء فلا توجد أو لا يوجد قانون جاذبية يمسك بيسوع المسيح بل مشى على الماء السائل ثم أحبائي أمر العواصف أن تهدأ إلى درجة أنهم تعجبوا من هذا فإن الرياح والعواصف تطيع أيضا الرب يسوع المسيح ولكن أهم ما في الموضوع لقد أقام المسيح نفسه من بين الأموات وهذه المعجزة تبقى واضحة أمام الجميع ومش بس أقام نفسه من بين الأموات بل ظهر للتلاميذ لمدة أربعين يوم مش بس ظهر للتلاميذ بل دخل العلية والأبواب مغلقة وهذا بشهادة شهود عيان بل صعد إلى السماء أمام شهود كثيرين نعم أحبائي إنها إثبات على وجود الله وأن الله بكلمته هو الحافظ والمهيمن على كل شيء وله السيادة والسلطان الكامل على كل شيء فهذه القيامة تؤكد على وجود الله ثانيا أحبائي القيامة تؤكد على عصمة الكتاب المقدس إن تفاصيل الصلب وتفاصيل القيامة لو أخذتها إلى محكمة لا تندهش من كم البراهين وكم الإثباتات وأن الكتاب المقدس يسير حول محور واحد هو الفداء الكامل بواسطة موت يسوع المسيح وقيامته من بين الأموات القيامة المجيدة لقد أكدت بكل وضوح الهدف الذي جاء من أجله يسوع من سفر التكوين إصحاح ثلاثة والآية خمسة عشر الذي سيأتي من نسل المرأة ويسحق رأس الحية على الصليب وكل النبوات التي قيلت عن يسوع المسيح في أزمنة مختلفة ومن أنبياء كثيرون سواء داود قبل ألف سنة أو إشعياء سبعمية سنة وأنبياء كثيرون من العهد القديم وصواء الرموز من خلال الذبائح التي تمت في شخص يسوع المسيح ثم ماذا عن رسالة الملاك يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم ثم ماذا عن رسالة يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم بل يسوع المسيح نفسه قالها مراراً وتكراراً أنه سيأتي وأنه يعني سيذهب إلى أورشاليم يسلم إلى رؤساء الكهنة وأنه سيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم وتكلم يعني حتى قبل الحدث وجه نفسه أو وجهه إلى أورشاليم نحو الصليب في أورشاليم في الوقت المعين وفي الوقت المحدد في عيد فصح اليهود نعم أحبائي قيامة المسيح أكدت أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها الحية الباقية إلى الأبد التي لن ولا تتغير ولن تتبدل وأن كل مخطط الله صار بإحكام تام وبتناغم وإنسجام كامل أحبائي نعم كل هذا المخطط تم في ربنا يسوع المسيح لأن الله وحده يعرف البداية من النهاية شيء ثالث القيامة تؤكد بل تبرهن على لهوت يسوع المسيح ولا يسعني على أن أتكلم على مئات الأدلة سواء من البشائر المقدسة في الإنجيل المقدس سواء من الرسائل التي تبرهن وتؤكد بكل مصداقية وبكل أمانة لهوت يسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب المقدس وتعين يعني تبرهن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يعني القيامة من الأموات كان البرهان والدليل الصاطع أنه تبرهن يسوع اللهوت ابن الله أي ذات الله كلمة الله يسوع المسيح أحبائي لاحظ الكلام ربنا ربنا كلمة رب لا تقال إلا على الله روميا 1 إصحاح 4 فيليبي إصحاح 2 بلخص كل الحدث في بضع آيات في إصحاح 2 من آية 5 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف لاحظ الكلام ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله ألم يقل للكتاب في العهد القديم حي أن الرب ستجث لي كل ركبة وهنا أحباء بيتكلم عن الرب يسوع المسيح إن لم يكن إله فكيف يقوم من الأموات اسمع ما يقول الرسول بولوس في تمثاوس الأول أسحح 3 والآية 16 وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح طراء لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم لاحظ الكلام رفع في المجد رفع في المجد واحد من أعظم الشهادات تومة واحد من تلميذ المسيح الذي لم يصدق إلا إن وضع إصبعه فعندما رأى المسيح قال ربي وإلهي أحبائي بما إنه المسيح قام بالجسد وظهر في الجسد هو تأكيد على طبيعة المسيح الإنسانية الكاملة وعلى كمال اللهوت المطلق هو الكامل طبعا بل أكدت على كل تصريحات المسيح أنها صادقة مثلا عندما قال أنا هو الطريق والحق والحياة لو لم يقم من الأموات هذا الإدعاء يكون باطل أو عندما قال أنا هو خبز الحياة فلو لم يقم المسيح لأصبح هذا الإدعاء باطل أو عندما قال يسوع أنا هو القيامة والحياة لو لم يقم المسيح من الأموات لأصبح هذا الإدعاء باطل فالمسيح أحبائي مكتوب عنه فيه كانت الحياة بل هو رئيس الحياة وهو غذاء الحياة وهو نبع وأصل الحياة الحياة بل هو حياة الحياة ذاتها أحبائي إن عقيدة القيامة هي أساس العهد الجديد وتصور معي أن القيامة ذكرت مي وأربع مرات في العهد الجديد لقد تنبأ يسوع أنه سيموت ويقوم في اليوم الثالث وفعلا مات وفعلا قام وهذا يدل على مصداقية دعوة يسوع المسيح وعلى أساس معجزة القيامة تثبت أو تثبت كل المعجزات فالقيامة هي انتصار الحياة على الموت وهي نصرة وقوة المسيح المنتصر وأصلي أن هذه النصرة تختبرها اليوم في حياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة أهلا أحباء المشاهدين حقا قام وقبل ما أواصل حديث في هذا الموضوع الهام خلينا أخد أكم مكالمة خلينا أبتدي مع يستينيا أهلا وسهلا أخت يستينيا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك حضرت القسيس أهلين تفضل أخت يستينيا حبيت أسلم أقول سلام المسيح لجميع الموجودين وأسلم على الطاقم اللي قائم على البنامج ربنا يباتك أمين شكرا لك ونبتدي بنقول قام المسيح حقا قام ونحن شهود على قيامته طوبة لللي آمنوا ولم يعو أمين أمين أما بالنسبة القيامة المسيح وموت المسيح وقيامته من بين الأموات فهو انتصار لأن الإله هو فقط اللي يحيي الأموات مين اللي أحيي الأموات يسوع المسيح وحده نعم هو اللي أقام العازة من بين الأموات بعد أن أنتن ثلاث أيام هو لم ينتن لأن جسده لم يرى فسادا ولكن انتصر فعلا قام بالجسد الجديد نعم يعني أحياء الموت هي من صفات الله وهذا الدليل أن الله هو يسوع المسيح أكيد شكرا كتير يا أخت يستينا يعني مداخلة قصيرة ولكن قوية جدا جدا والدليل أنه غيرت حياتك وأصبحت عابرة إلى يسوع المسيح ربنا يباركك ربنا يحميك كمان خليني أخد مكالمة تانية الأخ زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا بس نتعرف أهلا وسهلا فيك حبيبي ارفع صوتك شوي أخ زكريا أهلا وسهلا ومعما قص نجاح أشكوك على برنامج لأكون نور فكان النور وزالة دعوان إسلام البشرية جميع يعني في في هذه الأيام يعني هناك موضوع يعني هناك المرأة يعني أرملة يعني أنقذت حياتي من الساحة المأكود في المغرب ولما سألت عنها قالوا لأن أصبحت أرملة وزوجواته في نتيجة تلقي لقاح كورونا المميت في المغرب لأن العديد من الناس ماتوا بسبب لقاح كورونا والآن هي تسكن في كوخ أي للسقوط وشاقها يعني أن تساعدها تجمعها تضروعات يعني يعيني أموات حملة إنسانية لإنقاذها وشاء لها منزل أو أي شخص يتبرع لها منصبلك بمنزل سواء داخل المغرب أو خارج المغرب يعني هذه حالة من أسمنا لأنني سألت عنها فقالوا لأن صارت أرملة وهي الآن لا أكل ولا أغريف ولا خبز ولا زيب ولا سقر لا خيط يعني حالي أي شخص أخ زكريا أخ زكريا أنا رح أحطك أون هولد عشان عاوز تترك التفاصيل مع شخص من المصلين والمرشدين وبكل سرور يعني نصلي من أجل هذه الأرملة ولكن من فضلك يعني احكي هذه التفاصيل لشخص يعني رح يكون معاك فأنا رح أحطك أون هولد ومن فضلك يعني اللي كلمتني فيه كلم أحد المرشدين وطبعا بالتأكيد هو راح يساعد كان الأخ زكريا والأخ زكريا من شمال أفريقيا مؤمن بالرب يسوع واتصل عدة مرات فينا وطبعا إذا كان في عضو يتقلم فجميع الأعضاء بتتقلم وطبعا اللي بيسمعونا من شمال أفريقيا اللي بيعرف الأخ زكريا خلينا نوقف مع هذه الأرملة اللي تكلم اللي تكلم عنها ربنا يباركك يا أخ زكريا خلينا أخذ كمان مكالمة أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند مساء خير مساء الخيرات أهلا وسهلا نحية محبة للأخ شهين شكرا أبو مهند المسيح بالحقيقة قام قام حقا قام لديك كيف يقام الأموات يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا وردت في كورنطس الأولى 15 35 و44 كلمة تقول كيف يمكن لجسم الإنسان أن يقام أن العمل والمنطق البشري يرفضان أي فكرة لحرفية قيامة أجسادنا وبالرغم من ذلك فأن كلمة وإلن لنا أنها حقيقة مجهيدة أننا لا نفهم كيف يمكن لمجرد حبة من الحنطة أو أحد البواقع أن تفرغ شكل نبتة رائعة ولا كيف بصيلة صغيرة تنتج زهرة جميلة إن هذا ما يحدث أماء عيوننا كل يوم والله الذي خلقنا على هذه الشهلة يجد أي إعطائق أو مشكلة في إعطائنا جز جسم بعانيا ويقيمنا من الأموات لأن قيام المسيح في ضر الوعد وقيامتنا نحن هي الظهرة الكاملة وأجمل تحية لحبيبي نظار شاهين شكرا كتير أبو مهند كالعادي دايما يعني تعليقاتك جميلة ومفيدة ربنا يباركك وربنا يعطيك الصحة أبو مهند ربنا يشددك ويقويك شكرا جزيلا فإذن أحبائي القيامة هو أساس إيماننا المسيحي أساس العهد الجديد خليني في هذه المرحلة من هذا الوقت أتكلم عن الأدلة الأدلة على قيامة المسيح طبعا بصراحة الوقت لا يسع لأنه توجد أدلة تاريخية وأدلة منطقية وأدلة سيكولوجية وأدلة كتابية وأدلة روحية أدلة من خارج الكتاب ومن داخل الكتاب وكلها تثبت حقيقة قيامة يسوع المسيح من بين الأموات كل هذه التي تكلمت عنها الأدلة تثبت عدة أمور أول شيء تثبت واحد الولادة من عذراء شيء تاني تثبت عصمة المسيح شيء تالت تثبت قدرة المسيح الفائقة على كل شيء رابعا تثبت أن المسيح هو رئيس بالمصدر الحياة ثم تثبت بما أنه رئيس الحياة فهو رئيس أيضا الخلاص ومكمل هذا الخلاص ثم أحبائي تثبت أنه القادر أن يحيي الموت وأن يخلق بكلمة فهو يسوع المسيح ثم من ناحية أخرى تثبت عدالة الله فكل الموضوع يعني حتى يرضي العدالة الإلهية وإلا من يستطيع أن ينقذ الإنسان الخاطئ وأيضا شيء آخر تثبت علم المسيح الغير محدود خليني أرجع للأدلة أو بعض الأدلة والبراهين على قيامة المسيح أول برهان القبر الفارغ القبر كان خالي من أي عظام الأموات يعني حتى يحن لما ركد للقبر في يحن عشرين وشاب القبر فارغ والأكفان موضوع يعني الجسد انسل رأى وآمن فالسؤال أين الجسد وأين الحجر ومن دحرج الحجر وأين ذهب الحراس الروماني أسئلة كلها تحتاج إلى أجوبة فإذن القبر فارغ شيء ثاني شهادة الملائكة على أن القبر الفارغ كما شهدت الملائكة مش بس في القيامة لولادة المسيح وهذه الشهادة مش بالخفاء هذه الشهادة بالطبع كانت أمام شهود عين شيء ثالث تعتبر واحدة من أقوى الشهادات هي ظهورات المسيح بالجسد ليس مثل الأساطير القديمة أو معجزات تحدث بالخفاء أو بالليل أو بالسر وبيتكلموا عنها وكأنها تصبح حقيقة نحن نتكلم عن قيامة وظهورات كانت عديدة جدا ومتكررة لمدة أربعين يوم في أورشليم في عمواس عند بحيرة طبرية على جبل الزيتون وهكذا على جبل عالي في الجليل مكتوب في أعمال الرسل الصحاح الأول وآية ثلاثة الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله هذا دليل قوي جدا جدا ظهورات المسيح ثم أحبائي شهود عيان رأوا المسيح بل حتى رآه أكتر من خمسمائة شخص دفعة واحدة أو مرة واحدة بحسب كورنتس الأولى إصحاح خمستعش ظهور المسيح للتلميذ ظهور لإستفان عند الاستشهاد ظهور لشاول الترصوس اللي هو بولوس الرسول بل الأعجب من كل هذا في ظهورات المسيح أشخاص اتحدثوا معه مع يسوع المسيح بعد القيامة بحالاتهم النفسية المختلفة مثل مريم المجدلية مثل تومة واحد من تلميذ المسيح أو تلميذي عمواس اللي كان عابسين ولكن لما ظهر يسوع اختلفت كل الموازين وكل الأمور والأغرب كمان من هذا أنه حتى بعد القيامة وهذا أنا بالنسبة لي دليل مهم جدا 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 قوي حتى بعد القيامة كتير من التلاميذ كان يملأهم الشك وعدم التصديق والحيرة مما يدل على الصدق الوحي فاضطر رب يسوع تعالوا جسوني جسد لحم وعظم يعني مش مجرد خيال أو أو روح فإذا كل هذه الحالات مهمة جدا شهادة الكفن المقدس لا توجد بالكفن أي آثار التلف أو التحلل أو البقايا على الجسد واضح أنه جسد المسيح في اليوم الثالث في القيام انسل من الكفن يعني لو سرقوا الجسد مثل ما ادعى اليهود كان بيعبثوا فيه أو بيخدوه مع الكفن ولكن كان مثل ما هو الكفن بس طلع الجسد من الكفن بطريقة عجيبة كما لم يمسك الموت من يسوع أو الجدران المغلقة لم تحجز دخول المسيح ليروه التلاميذ ثم الشيء الغريب كمان المنديل الملفوف كان ملفوف مطوي يعني موضوع جانبا وهذا طبعا دليل مهم جدا الكفن احبائي مثل ما حكيت هو عبارة عن اقمشة وعطور يعني حتى تحافظ على يعني رائحة الجسد وحتى هذه العطور ممكن وزنه يقتل انسان وجد الكفن في القبر الجديد المنحوط في الصخر قبر يوسف الرامي وكما يقول الكتاب اللي قدم هذه الحنوط هو يوسف الرامي خلينا اتلم عن شهادة اخرى تغيير التلاميذ والتحول 180 درجة بالحقيقة رأوا المسيح حيا امامهم تخيل واحد مصلوب صلب على الصليب في اليوم الثالث عم بيظهر للتلاميذ حي امامهم وعندما امتلأوا من الروح القدس تحرروا من الخوف والفشل تحرروا من الشكوك وعدم التصديق صار عندهم الايمان واليقين صار عندهم الجرأة والشجاعة لم يستطع احد ان يقف امامهم لا عواصف الاضطهاد ولا حتى بطش الرمان وخلال سنوات قليلة بقوة المحبة وصلت رسالتهم الى ثلاث قارات وغزت كل الارض شهادة نمرة سبعة ماذا عن صمت الاعداء وين اليهود يقولوا الجسد هنا او هناك ماذا عن اضطهاد الرؤساء رؤساء الدين مثل القيافة اللي اضطهد يسوع واضطهد استفانوس واضطهد شاول الترسوسة ويعقوب اخو يحنم بصراحة لم يستطيعوا ان يقدموا دليلا واحدا لعدم اثبات القيامة بل حاولت اليهود والرومان ان يقمعوا رسالة التلاميذ لكنهم فشلوا لانها كانت مؤيدة من الله بالآيات التابعة والمعجزات الخارقة قبل ما اكمل حابب اخد مكالمة من ام احمد اهلا وسهلا ام احمد ات معانا على الهوى اهلا اهلا يا اسيس زي حضرتك المسيح اهلا اهلا ام احمد كل عام انت بخير كل سنة وانت طيبين مباركة المسيح معاكم اهلا اهلا ربنا يباركك اهلا بيك انا احب ابدأ كلامي بان المسيح قال انا هو القيامة والحياة هو ربط القيامة بالحياة يعني ان لم تكن القيامة لم تكن لنا حياة فانا بشكره مديونة لي لانه اعطاني الحياة المسيح لما قام اقامني انا كمان اقامني انا كمان من الظلمة من الخطايا من كل شيء وداني حياة زي ما هو قام من الموت ده بس مش اثباتا لان هو اللهوت يعني مش اثباتا بس ان المسيح هو الله لا بالعكس ده كمان بيأكد ان المسيح هو الله وان اثباتا لنبوات العهد القديم اللي قالت ان المسيح هيتصلب ويتألم ويقوم في اليوم ثالث فأنا مش قادرة افكر ازاي الناس مش بتصدق يعني ارجعوا للتاريخ وارجعوا كل ده عشان مكتوب بس في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن اشبها لهم طيب من الاله الظالم اللي هيشبه شخص بشخص آخر وياخد الظلم من هنا يوقعوا على هنا عذرة مريم تتفرج على ابنها وهو مش ابنها ده واحد شبه ويخلي التلامين بأصحاب ويتفرجوا عليه وهو بيتصلب ويتقلم وهو مش هو ويحزن ويتقلم فأي منطق بيقول الكلام أنا طبعا فخورة بقيامة السيد المسيح آمين آمين أخت أم أحمد أنا بشكرك من كل قلبي وعلى هذه المداخلة أنا ذكرت اللي ما بده يصدق الموت أو قيامة يسوع المسيح الرب يسوع قال وإن قام واحد من الأنبياء مش حيصدقه علاج العم الروحي هو نور المسيح بعمل روح الله القدس خلينا أكمل في أدلة أخرى واحدة من الدلائل القوية أحبائي تخصيص يوم الأحد للعبادة بدلا من يوم السب وهذا طبعا دليل تاريخي مهم جدا بل أصبحوا يحتفلون بعيد القيامة يعني على فكرة ما كانوا يحتفلوا بالكريسماس كانوا يحتفلوا بالقيامة بل أصبحت تحية المسيحية المسيح قام والرد طبعا بالحقيقة أو حقا قام شيء آخر دليل آخر وجود كنيسة مسيحية والنمو الهائل والثمر المتكاثر هذا هذا تأكيد لنبوة المسيح بإرسال الروح القدس وأيضا أنه يبني كنيسته وتخيل أحبائي في أقل من خمس وعشرين سنة لا سيف ولا حرب ولا إغواء ولا إغراء ولا وعود بل استشهاد وموت لكن بقلب مليان محبة وصلت الرسالة إلى كل أنحاء العالم القديم بقوة المحبة شيء آخر العهد الجديد عندما نقول العهد الجديد هو أصلا حصيلة القيامة بسبب القيامة أصبحت مركز ومحور عقيدتنا وأساس إيماننا لأن كل الأديان الأخرى بتدور حول شرائع تقوس فرائد نوميس حول تعليم المؤسس لكن المسيحية تتمحور حول شخصها المسيح الحي القادر أن يصنع معجز التغيير الآن في حياتك دليل آخر نمرة عشرة شجاعة التلاميذ كيف حصلوا على هذه الشجاعة أمام الوحوش والنيران التي التهمت أشهدهم بل كانوا صرورهم عظيمة جدا للشهادة والاستشهاد من أجل المسيح بفرح هنا نرى نزاهة التلاميذ وانتشار المسيحية بتلتغيير شاول سبب كبير وطبعا كان إثبات لتفوق وكمال يسوع المسيح ثم ماذا عن شهادة علماء اليهود قيامة المسيح أحباء مرتبطة بالفداء لا فداء بدون قيامة ولا قيامة بدون فداء إن قيامة المسيح وقيامة المؤمنين مرتبطتان ببعض إما تثبتان معا أو تسقطان معا وهذا مهم جدا أحبائي وأكتفي طبعا بهذا القدر في هذه الحلقة ولكن خلينا أقول في النهاية اقتبس آية من رمي عشرة لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص قال يسوع إن حي وأنتم ستحيون فالسؤال من تتبع نبي ميت أو شخص حي هزم الموت وعطانا رجاء القيامة ورجاء الحياء الأبدية أننا سنكون معه كل حين إن آمنا في شخصه المبارك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر